السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في الدرس ده ان شاء الله هنتكلم عن الاريز او المصفوفات تمام مصفوفة بس قبل ما اتكلم عن المصفوفة معلش خليني اوضح نقطتين اه كانوا مش واضحين في الدروس اللي فاتت او ناس سألتني عنهم فهوضحهم وبعدين ندخل في درس النهاردة على طول باذن الله النقطة الاولى في الدرس الخاص بالانكريمانت والديكريمانت اوبريتورز اه كنا ضربنا مثال كتبنا حاجة زي كده وكان عندنا متغير اسمه اكس تقريبا انت اكس كان بيساوي خمسة وقلت له اكتب لي خمسة في اكس بلاس بلاس تمام قلنا هنا النتيجة المتوقعة او النتيجة اللي هتحصل اللي هتطلع لي على الكنصل هتكون ايه قلنا هتكون اه خمسة وعشرين وفي ناس وانا قلت كده في الدرس قلت في ناس هتتوقع ان هي ستة وعشرين والتوقع ده خاطئ وفعلا في ناس توقعت ان هي ستة وعشرين تمام طيب هي اللي هيطلع فعليا خمسة وعشرين مش ستة وعشرين وهقول لكم ليه في عجالة احنا قلنا ان البوست انكريمانت اللي زي ده هو اللي بيحصل ان هو بيقرأ قيمة المتغير الاول وبعدين يزودها واحد تمام فانا ليه هنا هقرأ قيمة المتغير عشان اضربها في خمسة اذا فهيدرب خمسة في خمسة هتبقى خمسة وعشرين فالله يطبع خمسة وعشرين بعد كده قيمة اكس هتزيد بواحد انا مش بضع في الكنسل هنا قيمة اكس يعني هي قيمة اكس زادت بس انا مش بضعها في الكنسل وفي نفس الوقت الزيادة دي هتتم على قيمة المتغير وليس على ناتج عملية الضرب تمام يعني بالزبط كده السطرين دول كأن انا جيت عملت كده بالزبط قلت له خمسة في اكس وبعدين قمت جاي عامل كده اكس اكول اكس بلاس وان كأن انا عملت كده بالزبط تمام فانا هنا الاول طبعت قيمة خمسة في اكس وبعدين زودت اكس بواحد هو ده بالزبط اللي السطر ده بيعمله خلاص علشان كده النتيجة اللي هتطبع لي هي خمسة وعشرين مش ستة وعشرين يارب بتكون واضح نفس الكلام بينطبق على البوست ديكريمنت اللي هي ماينوس ماينوس انما في والبري ديكريمنت لا هو هيزود القيمة الاول ففي الحالة دي لو انا جيت عملت كده دي هنا اكس في الحالة دي هتكون ستة قبل ما ينفز عملية الضرب فهتبقى خمسة في ستة بتساوي تلاتين يبقى تلخيصا عشان نختم النقطة دي العلامة دي اللي هي بلاس بلاس او ماينوس ماينوس هي بتأثر على قيمة المتغير قيمة المتغير نفسه وليس النتيجة النهائية للعملية لو هي بوست بالشكل ده فالعملية مش هتتأثر الخمسة هتتضرب في القيمة الحالية اللي هي خمسة وبعد كده قيمة المتغير تبقى زيد في الاستبل اللي بعدها ولكن هنا اللي هي الـ لا هتأثر على قيمة المتغير قبل مقرأ او قبل ما نفز عملية الضرب فبالتالي ناتج عملية الضرب هيضغير يا رب تكونوا النقطة دي واضحة ولو لسه مش واضحة برضو اكتبوا لي تمام؟ طيب النقطة التانية اللي برضو حاصل يعني بعض الناس فهمتها خطأ هنشرحها في الدرس بتاع النهاردة خلاص؟ هي مرتبطة بالدرس بتاع النهاردة وهي كانت في درس طيب نبدأ كده باسم الله ونقول ايه هي الـ 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 احنا تكلمنا عنها في درس قلنا الـ هي مجموعة عناصر او مجموعة قيم من نفس النوع والنوع اللي احنا نقصد به طيب بقى اي ان كان خلاص وحاجات تانية بس احنا خلينا نركز في اللي احنا درسناه فالـ وضربنا مثال وقتها في قلنا اعتبر ان انت رايح تجيب صندوق فاكهة صندوق تفاح مثلا فالسندوق ده هو الـ والتفاحاية الواحدة تمثل عنصر في الـ وكل اللي في الصندوق تفاح فاذا كلهم من نفس النوع هو بالزبط ده المصفوفة المصفوفة او الـ بقى هنقول الـ مش هنقول مصفوفة يعني الـ هي مجموعة عناصر او مجموعة قيم من نفس الداتا طيب 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 ازاي بنشئها ازاي بعمل الـ احنا ازاي بنعمل متغير هنقول مسلا انت ولي يكون الفيديوز الفيديوز بتاعت السلسلة بتاعتنا كده تمام انا الفيديوز اللي في سلسلة اليوتيوب مسلا الفيديوهات اللي في سلسلة اليوتيوب هي كلها فيديوهات صح ازا هي من نفس النوع اهي لو انا دلوقتي اعتبر انسى كده ان احنا عندنا حاجة اسمها مصفوفة لو انا دلوقتي عايز ارجع الفيديوهات ولي يكون السلسلة بتاعتنا مثلا فيها عشر دروس خلاص? فانا عايز ارجع الدروس دي لليوزر للكلينت للفرونت اند يعني عشان تطيرت. فانا هعمل لهم عشر متغيرات صح? فيديو وان فيديو تو فيديو ستري فيديو كذا كذا كذا. الكلام ده مش عملي بالمرة. يعني افترض معي بقى انا انا جبت مثلا ايه فيديوهات القناة كاملة مسلا. هنقول مسلا فيهم مية. ميت فيديو. فانت هتعمل ميت متغير فيديو وان فيديو تول حد فيديو مية. الكلام ده مش عملي. هنا بتيجي المصفوفة. بتيجي المصفوفة. بتيجي الاري. هنا بتيجي الاري علشان تلمي الحاجات اللي هي من نفس النوع تلميها لي في متغير واحد بدل معامل زربيح متغيرة. خلاص? طيب. فانا دلوقتي مسلا الفيديوهات. الاري اللي هي بتاعت الفيديوهات بتاعت السلسلة مثلا. انا عايز اعمل لهم اري. تمام? طيب. انا هقول الاري بتاعتي نوعها انت مسلا. خلاص? ايا كان النوع اللي انت هتستعمل بس احنا خلينا دلوقتي نطبق على الانت. وهسمي الاري بتاعتي كان متغير زيها زي ايه? متغير عادي خالص? بس بص هنا بعد الديتا طيب هحط القصين دول. بعد الديتا طيب هحط القصين دول اللي هي دي. خلاص? القصين دول في معناهم ان دي اري. بص بقى احنا طول ما احنا بدأنا من اول ما بدأنا السلسلة بتاعتك اري هنا انا دلوقتي عملت اري نوعها انت واسمها عايز احط القيم بتاعتها بقى. وانا بعمل اري محتاجة احط القيم اللي فيها. احط القيم ازاي? باروح فاتح القصين دول اللي هم بتوع اللي هي بتاعت اللي احنا كنا بندرس عليها في الدروس اللي فاتت اللي قدبنا اعمال ايانا في كل حتة. خلاص? احط السيمي كولوم بتاعتي. بين القصين دول بقى احط القيم اللي انا عايزة. يعني ممكن احط مسلا واحد وخمسة وتلاتة وسبعة وانتش عارف وستة. وانا حطيت قيم مش مرتبة عشان احنا في ستيب جاية هنشوف ازاي نرتب الاري. خلاص? ونحط كده اربعة عادة اتنين. ماشي? اه فعندنا دلوقتي اري طيب. الاري دي دلوقتي فيها كم عنصر. ها? فيها كم ايتم. فيها كم اليمنت. شوف كل دي يعني كلمة عنصر. كلمة ايتم. كلمة اليمنت. انا اقصد بهم الداتا اللي موجودة في الاري. كام واحد? ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. تمام? اذا وركز معي بقى لان هي دي النقطة التانية اللي انا كنت حابة باوضحها في اول الفيديو واللي عملت لابس في درس الاسترينج. العد العد الكاونتنج لما اجا عد اقول الاري ديت فيها كام عنصر كعدد اجمالي? انا بعد العد الطبيعي خالص من واحد لمية المليون للايا كان. خلاص? واحد اتنين تلاتة اربعة كمسة. ماشي? فاذا لما اقول لك الاري ديت عدد العناصر فيها كام? هتقول لي سبعة. مش هتقول لي ستة. هتقول لي سبعة. عدد العناصر فيها سبعة. نفس الكلام كان في الاسترينج لما كنا نعمل اعملنا استرينج وقلنا له الاسترينج ده اللينس بتاعه كام? ادينا تمانية. خلاص العد بيبدأ من واحد لما اجا استعلم عن الطول او العدد العناصر الاجمالية بتاعة الاري بيقول لي العدد هوت بداية من واحد الى ما لا نهاية. تمام? طيب ولكن كل عنصر في المصفوفة ديت ليه رقم. الرقم ده اسمه رقم ده اسمه خلاص? رقم العنصر في المصفوفة هو ده اللي بيبدأ من صفر. يبقى الترقيم بيبدأ من صفر. ترقيم الاعناصر اللي جاء المصفوفة بيبدأ من صفر. لكن العدد الاجمالي بيبدأ من واحد زي وزي الاعدد الطبيعي بتاعنا خالص. خلاص? طيب. يا رب تكونوا النقطة دي واضحة بس عشان كان في حد آآ يعني عملت مع لبسه وكان يكلمني عليها. خلاص? طيب. دلوقتي انا عملت الري فيها سبع عناصر. انا دوقتي عايز اوصل لعنصر من العناصر دي. بوصل له ازاي? اجا اقول له مسلا كده. وليكن انا عايز اطبع مسلا الرقم اللي هو الرابع. الرابع اللي هو مسلا ده سبعة. تمام? دايما علشان اوصل لاي عنصر في الري بوصل له بالاندكس بتاعه. اعتبر ان الاندكس ده هو الرقم المميز بتاعه. رقم البطاقة بتاعه. خلاص? يبقى كل عنصر في الري انا هبقى اكرر هذا كتير لان الري دي هنبني عليها شغل كتير جدا قدام. الرقم آآ كل عنصر في الري ليه رقم مميز مميز بقدر اوصل له من خلاله. تمام? كأنه رقم البطاقة بتاعه كده. الرقم بتاع العنصر بيبدأ من صفر. فلما قولك احنا عايزين نطبع رقم سبعة. ده اللي هو رقمه كام? اه صفر واحد. اتنين تلاتة. يبقى ده رقمه تلاتة. تمام? انا ليه عدت من صفر ما عدتش من واحد? لان انا عايز اوصل للعنصر. انا مش بقول لك المصفوفة فيها كام عنصر اجمالي. لأ انا عايز اوصل لعنصر بعينه. ففي الحالة دي ببدأ عد من صفر. عمال عدها مليون مرة. خلاص? طيب. عشان لوصله هكتب اسم الري عادي خالص. وافتح برضو نفس الاقواس. وهكتب بين القوسين بقى الاندكس بتاع العنصر. الاندكس بتاع العنصر. حتى هنا بيقول لي كزا 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 كزا. فين يا عام? لأ احنا عايزين ده يا اخي. طيب عندي ده مش عايز اتبين بس حوارها لك يعني. اللي هو بيكتب لك بس بيقول لك دخل لي هنا الاندكس. طيب? فانا هنا قلنا صفر واحد اتنين تلاتة. يبقى احنا عايزين هنا تلاتة. العنصر التالت. او العنصر اللي الاندكس بتاعه تلاتة اللي هو اربعة. خلاص? خدها بقى قعدة. خدها قعدة. دايما لما اقول لك عايز العنصر اللي الاندكس بتاعه كزا. معناها اللي رقمه في المصفوفة هو كزا زائد واحد. لما اقول لك هتلي العنصر اللي الاندكس بتاعه تلاتة معناها ان ده العنصر الرابع. لما اقول لك هتلي العنصر الخامس معناها ان ده العنصر للاندكس بتاعه اربعة. خلاص? طيب. لو انا عندي مصفوفة فيها عشر متغيرات او عشر قيم. وعايز اجيب اخر عنصر في المصفوفة. هيبقى رقمه كام? ها? هيبقى تسعة. هيبقى دايما اخر عنصر في المصفوفة هو بيكون عدد العناصر ناقص واحد. واول عنصر في المصفوفة بيكون صفر. خلاص? طيب. نشغل كده ونشوف هيتبقى علينا فعلا رقم سبعة ولا لا? اهو طبع علينا فعلا رقم سبعة. طبع علينا رقم سبعة. خلاص? هي دي النقطة اللي انا النقطة التانية اللي انا كنت حابب اه اه يعني اشرحها تاني في بداية الفيديو ان كان السؤال بالزبط اللي جالي هو ليه لما قلنا ادينا تمانية في حين ان احنا قلنا ان العد بيبدأ من صفر. ده كان السؤال بالزبط. الترقيم ترقيم العناصر في القرية هو اللي بيبدأ من صفر لكن العد الاجمالي بيبدأ من واحد عادي خاص. فلما قل لك عدد الحروف اللي في ده هتعديني من واحد. لكن لما قل لك هتلي بقى حرف بعينه من هتعده من صفر. هتاخد رقمه بداية من صفر. خلاص? واضحة نفس اللي عملنا هنا في القرية. ان شاء الله تكون واضحة باذن الله. طيب اخر حاجتين بقى ونختم بيهم لان انا طولت شوية في الفيديو ده. آآ بس القرية مهمة ودي اساسيات اللي احنا بنشرحها. القرية مهمة وهنبني عليها شغل كتير جدا قدام. والدرس الجاي ان شاء الله هنتكلم بقى عن اللوبس وازاي نلف على العناصر اللي في القرية والكلام ده كله فانا عايزك تركز جدا في الفيديو دوت وتعيده مرة واتنين وتلاتة لحد ما تفهمه ويثبت في دماغك. طيب هنشوف ازاي اول حاجة هنرتب القرية. انا دلوقتي القرية ديت غير مرتبة صح? واحد خمسة تلاتة مش عارف ايه كذا كذا كذا. المفترض لو انا رتبتها. لو انا رتبتها. خلينا نمشي كده مع بعض. هتبقى واحد اتنين تلاتة اربعة. يعني لما اجا اقول له اطبع لي العنصر الرابع اللي هو الاندكس بتاعه تلاتة. المفترض بدل ما كان بيطبع لي سبعة من شوية يطبع لي هنا اربعة. صح? طيب. فانا عايزة ترتبها كده واشوف. ده كده هيحصل فعلا او لا? بص علشان ترتبها هتعمل كده. خلي بالك حرف الايه كابيتل ها? يعني بيفرق معها الحرف الكابيتل من الحرف السمول وركز في دي. المعلومة دي مهمة جدا. يعني انا لو جيت كتبت له كده كده بص هو حول هالي عشان هو زكي شوية بس لو انا اصريت وقلحيت عليه ان هي تبقى كابيتل هيضرب معاني. هيقولنا انا ما عرفش مين الانت ده. هيطلع علينا ايرور دلوقتي. خلاص? سيبه بس شوية لحد ماي اهو. فاق اهو. يقول لك انا ما عرفش مين الانت ده. خلاص هو عارف ان الانت الاي سمول. فركز في الحروف الكابيتل والسمول في الاسماء الكي ووردس والكلاسز اللي احنا بنستعملها. الكابيتل والسمول ما بيفرقش بس في السترنج. غير كده في السيشورب بيفرق. فهقول له اري دوت سورت. اري دوت سورت. تمام? اري دوت سورت يا سيدي. وبياخد مني الاري. عايز مني الاري اللي انا عايز اللي هو اللي انت بتقوله رتبها لي. فانا هتدي له هنا فيديوز. تمام? طيب. لو جيت انا طبعت له او طلبت منه يطبع لي نفس العنصر تاني. مفترض هنا بعد ما يرتبها يديني كام? هيديني اربعة. او بالفعل. اول مرة طبعته قبل ما نرتب كان سبعة. تاني مرة طبعته بعد ما رتبنا بقى اربعة. خلاص? طيب. لو انا عايز انسخ الاري. لو انا عايز اخد نسخة من الاري ديت في الاري تاني. وهنشوف ده قدام ليه بنحتاجه? خلاص? بس انا هوريك احنا ازاي بننسخها? ونختم على كده. لو انا عايز اتبعها او عايز انا سخف الاري تانية فانا اول حاجة هعملها هعمل ايه? هنشيل الكلام ده خلينا نشيله ونهيشه كده. خلينا نعمل انت اه فيديوز تو خلاص. فيديوز تو. وهعمل هالو كده. ماشي? وبعدين هاجة اقول له. كده يعني ما فيهاش. يعني هي الطول بتاعها دلوقتي صفر. ما فيهاش ولا عنصر. خلاص? هقول له الري دوت كابي. ماشي? بيقول انت عايز تكابي منين? السورس الري. السورس يعني المصدر اللي انا هنسخ منه. تمام? اللي هو فيديوز. طيب. والديستنيشن اللي انا هوادي ليه بقى اللي انا هنسخ فيه. مين? الفيديوز تو. بقى انا عايز انسخ من فيديوز لفيديوز تو. تالت حاجة بيطلبها مني اللنس. انت عايز تنسخ كام عنصر? كام عنصر من الري دي? خلاص? انا ممكن اقول له انسخ لي عنصر واحد انسخ لي اتنين انسخ لي تلاتة? وممكن اقول له لأ انسخ لي كل العناصر. فكل العناصر معناها انسخ لي عدد العناصر اللي موجودة في الري. صح? بعرفها ازاي? بقول له كده الري بتاعتي. فيديوز دوت لينس. لينس. فيديوز دوت لينس. فاكرين اللينس بقى اللي خدناه في ما احنا قولنا ساعتها هو خلاص بهاينز زي كده هو فعشان كده فيه لينس. فهنا كمان الفيديوز هي ففيها لينس. اي لينس هتلاقي فيها او فيها حاجة اسمها لينس يعني بعدين هنتكلم عن فيها حاجة اسمها لينس بتقول لك كام عنصر موجودين في الاري دي. طيب? طيب. علشان نتأكد بقى هو نسخ ولا ما نسخش هنعمل كده هنقول له مسلا هتلاقينا يعني لأ يا سيف هتلاقينا تاني عنصر مسلا. طبعا? ادينا ارور. ادينا ارور. ليه بقى ادينا ارور? ها? تعالى بقى نقرأ الارور مع بعض. انا اتعمدت ان انا اظهر لك الارور ده. علشان اديك المعلومة اللي جاية اللي هنختم بيها الفيديو ان شاء الله. بيقول لنا ايه في الارور? بيقول لنا. يعني الاري اللي انت بتنسخ فيها ديات اللي انت بتنسخ ليها العناصر من الاري اللي موجودة ما هياش بالطول الكافي او ما هياش بالحجم الكافي اللي يستوعب عدد العناصر اللي انت هتنسخها. تمام? تعالى بقى ايه? نرجع للكوت بتاعنا كده ونبص عليه. دلوقتي احنا الاري بتاعتنا دي فيها سبع عناصر. لكن الاري دي ما فيهاش ولا عنصر فبالتالي الطول بتاعها صفر. يعني هي ما تقدرش تشير اصلا عناصر. طيب انا عايز اقول له لا يا عم ده انا قدام هحط فيها سبع عناصر. انا دلوقتي مش عارفهم انا هنسخهم من مكان تاني. فانا مش عارفهم بس انا عايز احجز مكان لسبع عناصر هعبيهم بعدين. فبعمل الكلام ده ازاي? هم? حاجة اقول له نيو نيو احفظها كده دلوقتي كلمة دي جين لها ولها درس كبير بس احفظها بالشكل ده دلوقتي. هقول له نيو نفس الداتا طيب بتاعي وبينقصين هنا هتديله اللي انا عايزه اللي هي سبعة. تمام? وهشيل الكلام ده. خلاص. انا كده قلت له ايه? قلت له ان الاري الجديدة هي عبارة عن الاري من النوع الانتجر وهتشيل سبع عناصر بس انا لسه محددتش سبع عناصر. انا هنسخهم بقى في السطر ده. طيب تعالى كده نجرب تاني ونشوف. بص دلوقتي فعلا نسخ لهوت. وقال لي دلوقتي العنصر اللي انت عايزه مكتوب فيه قيمة تلاتة. خلاص? فهمنا احنا دلوقتي ازاي نعمل سواء نحدد فيها عدد العناصر بشكل مباشر او نحدد الطول الافتراضي او الطول خلينا نقول ايه? يسمونه الطول اللي انا هبدأ به يعني او عدد العناصر الابتدائية اللي انا المفترض احطهم بعد كده في الاري. خلاص عرفنا الطريقتين. وعرفنا ازاي بننسخ الاري. وعرفنا ازاي بنعمل سورت للاري. وعرفنا ازاي بنوصل لعنصر جوه الاري عن طريق بالشكل ده. وبالمناسبة برضو دي نفس الطريقة اللي انت تقدر تغير فيها قيمة عنصر جوه الاري. يعني لو انت اقول لك المعلومة دي معلش كمان ونختم. لو انت عايز تغير العنصر رقم اتنين فتيجي تقول له مثلا كده بس بعد الناسخ طبعا هنا كنت اقول له اي حاجة خمسين خلاص انت كده غيرته. تمام? فدي الطريقة اللي انت بتعمل للاليمنت بيها او بتوصل للعنصر بيها. عايز تقراها فبتكتبه بس كده. عايز تحط لتغير بتاعته او القيمة بتاعته بتكتبه كده الاري اه الاري اللي هي خمسين. خلاص? معلش اطولت عليك شوية في درس الاري بس هو درس مهم. وانا صراحة ما حبيتش ان انا اقسمه. حبيت ان انا ادهولك كده مرة واحدة. علشان دي كده اساسيات الاري. بعد كده هلبني عليها بقى الشغل الجاي ان شاء الله. اشوفك بقى في درس باذن الله في الدرس الجاي. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.